حسناً، لقد توقفنا في الدرس السابق عند المسألة الحادي عشر يبدو المثلث في المسألة بسيطاً لذلك أستطيع رسمه بأي شكل دون الحاجة لآدات رسم الخطوط أضلاع المثلث هي الأضلاع A, B, C وأطوالها هي الأعداد 3, 4, 6 بهذا الشكل كل من زوايا المثلث A, B, C لها نفس قياس الزاوية المقابلة في المثلث X, Y, Z الذي لم يتم رسمه حسناً، يجب رسم ذلك المثلث وله نفس زوايا المثلث الأول يبدو أنه مثلث مشابه وله الزوايا X, Y, Z أحد أطوال أضلاع هذا المثلث يساوي 24 وبذلك نعلم طول الظلع العشوائي فربما يكون هذا الظلع لا نعلم بالتحديد الظلع الذي طوله يساوي 24 سأكمل قراءة المعادلة إذا كان طول أحد أضلاع هذا المثلث يساوي العدد 24 فما هو الطول المحتمل لمحيط المثلث X, Y, Z ما أحد المحيطات المحتملة للمثلث X, Y, Z من المحتمل وجود ثلاث إجابات صحيحة ويبدو هذا ممتعاً لأنه بطريقة ما يزيد من احتمال إيجاد المحيط الصحيح لكن عند معرفة أن مثلثين لهم الزاوية ذاتها نعلم أنهما متشابهين على الفور وهذا يعني أن لهم الشكل ذاته لكن لهم أحجام مختلفة فحسب أنصحك بمشاهدة الدرس الخاص بتشابه المثلثات الموجود في قائمة دروس الهندسة إذا لم تكن تلك المعلومة منطقية بالنسبة لك فسيبدو هذا غريباً إذا لم يكن المصطلح مألوفاً بالنسبة لك بما أن هذه مثلثات متشابهة فنسى بأطوع للأضلع المتقابلة تتساوى تتيح هذه المسألة الخيارة لنا لاختيار الظلع الذي طوله يساوي 24 لنفترض أن هذا الظلع الذي طوله 3 وحدات مقابل للظلع الذي طوله 24 لا نعلم أي الأضلع هو تحديداً لكن لدينا الخيار في تحديده إذا كان الظلع الذي طوله 24 مقابلاً للظلع A-B الذي يساوي طوله 3 وحدات فالظلع المقابلة في نفس المثلث يساوي ما يعادل الكسر 4 على 3 من الظلع الأصلي أليس كذلك؟ آمل أنك تتذكر أن في نسب الأضلع إلى بعضها متساوية في المثلثات المتشابهة النسبة 3 إلى 4 تساوي النسبة 24 إلى الطول المطلوب للظلع للحصول على العدد 24 من الثلاثة يتم الضرب في العدد 8 ولإيجاد الظلع المقابل للظلع الذي طوله 4 يتم الضرب في 8 وبالتالي الطول المطلوب يساوي العدد 32 ولإيجاد الضلع المقابل للظلع ولإيجاد الضلع المقابل للظلع الذي طوله 6 يتم الضرب في 8 وبذلك الطول المطلوب يساوي العدد 48 إذن هذه مجموعة محتملة من أطوال الأضلع للمثلث المشابه للمثلث A-B-D ولإيجاد المحيط يتم جامع هذه الأضلع معا العدد 24 مضافا إلي 32 يساوي العدد 56 وبإضافة العدد 48 ينتج العدد 104 سأدون ذلك ربما يكون الضلع إلى اليمين هو الضلع الذي طوله 24 إذا كانت هذه هي الحالة فهذا يعني أنه يتم إذا كانت هذه هي الحالة فهذا يعني أنه يتم ضرب العدد 4 في 6 للحصول على العدد 24 وبذلك طول هذا الضلع يساوي العدد 18 والضلع الآخر يساوي العدد 36 بعد ذلك يمكن جمع هذه القيم معا للحصول على نتيجة مختلفة وستكون ترك إجابة صحيحة وبشكل مشابه يمكن افتراض أن هذا هو الضلع الذي يساوي 24 وبذلك يتم الضرب كل الضلع في العدد 4 إذن الأضلع الأخرى تساوي 12 و 16 يمكن جمع أطوال الأضلع الثلاثة للحصول على إجابة ثالثة صحيحة محتملة لهذه المسألة هذا مثير للاهتمام سوف ننتقل لحل مسألة أخرى المسألة الثانية عشر إذا كان مجموع خمسة أعداد صحيحة متتالية يساوي العدد 1000 فما هي قيمة العدد الصحيح الأكبر ضمن هذه المجموعة؟ هذه أعداد صحيحة متتالية وعددها خمسة والمطلوب إيجاده هو قيمة أكبر من هذا العدد لنفترض أن العدد الأكبر يساوي المتغير X وبالتالي يكون العدد الذي يسبقه مباشرة مساويا للمتغير X مطروحا من العدد واحد العدد الثالث يساوي المتغير X مطروحا من العدد اثنين العدد أربعة يساوي المتغير X مطروحا من العدد ثلاثة والعدد الخامس يساوي المتغير X مطروحا من العدد أربعة أليس كذلك؟ هذه القيام عبارة عن خمسة أعداد صحيحة متتالية والعدد الأول هو أكبرها سنقوم بإيجاد مجموع هذه الأعداد ولكن قبل ذلك إليك هذه النصيحة عند السؤال عن العدد الأصغر يجب البدء بالمتغير X وبذلك تكون مجموعة الأعداد هي المتغير X والمتغير X مضافا إليه واحد والمتغير X مضافا إليه اثنين والمتغير X مضافا إليه ثلاثة وهكذا في تلك الحالة يكون المتغير X هو أصغر تلك الأعداد لكن في هذه المسألة بما أن المتغير X هو أكبر الأعداد يجب إيجاد قيمته وهذا هو سبب طرح الأعداد من المتغير عند إضافة جميع هذه القيم إلى بعضها نحصل على العدد خمسة مضربا في المتغير X مطرحا من العدد واحد مطرحا من العدد اثنين وهذا يساوي العدد سالب ثلاثة وبطرح العدد ثلاثة ينتج العدد سالب ستة وبطرح العدد أربعة ينتج العدد سالب عشرة إذن ناتج الجامع يساوي العدد خمسة مضربا في المتغير X مطرحا من العدد عشرة تنص المسألة على أن مجموعة تلك الأعداد يساوي العدد ألف وهذه معادلة جبرية بسيطة بإضافة العدد عشرة إلى طرفي المعادلة ينتج أن العدد خمسة مضربا في المتغير X يساوي العدد ألف وعشرة وهذا يساوي العدد عشرة بنظام العد الثنائي إذا كنت ممن يحب التعامل مع تلك الأنظمة وبقسم الطرفي المعادلة على العدد خمسة ينتج لدينا المتغير X يساوي العدد مائتين وخمسة أليس كذلك؟ لا هذا ليس صحيحا الناتج هو العدد مائتين واثنين وهذه هي الإجابة المطلوبة سأقوم باستبدال خط الكتابة للمسألة الثالثة عشر لأن اشتخدام اللون الأصفر الفاتح أصبح مملا بعض الشيء لذلك سأستخدم لون آخر المسألة الثالثة عشر يوضح الرسم الموجود في الأعلى أن المتغير Y يساوي ناتج تطبيق الاقتران G على المتغير X سأقوم برسم ذلك حتى لا يحدث تشويشا بسبب قراءة المسألة بدون النظر إلى الرسم يمكن رأية الرسم في الكتاب لكن سأقوم برسمه إنه يبدو بهذا الشكل يتجه هذا الخط إلى الأعلى بهذا الشكل ثم يتجه لأسفل بهذا الشكل ثم يلتف ويعود مرة أخرى وهكذا تنص المسألة على أن هذا الخط هو تمثيل قيم متغير Y الذي يساوي ناتج تطبيق الدانة G على المتغير X تتضمن هذه المسألة دوالا يجب إخبارك بذلك مسبقا لذلك يجب متابعة دروس الدوال الإقترانات على موقع أكاديمية خان يعبر الرسم في الأعلى عن قيم المتغير Y التي تساوي ناتج تطبيق الدانة G على المتغير X إذا كانت الدانة H للمتغير X تساوي ناتج تطبيق الدانة G على حاصلة ضرب العدد 2 في المتغير X مضافاً إلي العدد 2 فما ناتج تطبيق الدانة H على العدد 1؟ لحل ذلك يتم وضع العدد 1 كقيمة للمتغير X في الدانة H أي يتم استبدال المتغير X بالعدد 1 أينما وجد أليس كذلك؟ لإيجاد ناتج تطبيق الدانة H على العدد 1 يتم التعويض في هذا التعريف الدانة H تساوي ناتج تطبيق الدانة G على حاصلة ضرب العدد 2 في المتغير X مضافاً إلي العدد 2 وفي هذه الحالة القيمة المطلوبة تساوي ناتج تطبيق الدانة G على العدد 2 مضرباً في 1 مضافاً إلي العدد 2 وهذا يساوي ناتج تطبيق الدانة G على العدد 3 مضافاً إلي العدد 2 يجب الآن إيجاد ناتج تطبيق الدانة G على العدد 3 يبدو الرسم الخاص بالمسألة أكثر وضوحاً في الكتاب نقوم بتحديد العدد من 1 حتى 3 على هذا المحور لكن بالنظر إلى هذا الرسم نجد أنه عندما يساوي المتغير X العدد 3 فالعدد المقابل على الخط يساوي 0 أليس كذلك؟ إذن ناتج تطبيق الدانة G على العدد 3 يساوي 0 إذا ما تبقى من الدانة هو العدد 2 وبذلك ينتج أن ناتج تطبيق الدانة H على العدد 1 يساوي العدد 2 هذا رائع لننتقل إلى المسألة التالية رقم 14 يحاول أربعة ممثلين أداء أربعة أجزاء في مسرحية ما إذا كان كل ممثل يستطيع أداء أي جزء لكن لا يمكن للممثل الواحد أداء أكثر من جزء فكم عدد الأدوار المختلفة المحتملة التي يمكن للممثلين أداءها؟ لنفترض أن الممثلين سيقومون بالاختيار عشوائياً من هذه الأدوار بالنسبة للشخص الثالث كم عدد الاحتمالات المتبقية له أو لها؟ عددها إثنان فقط تم التوزيع بالنسبة للشخص الثالث كم عدد الاحتمالات المتبقية له أو لها؟ عددها إثنان فقد تم توزيع دورين وتبقى دورين فحسب بالنسبة للشخص الأخير تبقى دوراً واحداً فقط احتمالات توزيع الأدوار تساوي حاصل ضرب العداد 4 و 3 و 2 و 1 وهذا يساوي العدد 12 مضروبا في العدد 2 عدد الأدوار يساوي العدد 24 في الحقيقة لم أقوم بعد بإنتاج دروس خاصة بالاحتمالات والتبادل والتوفيق لكني سأفعل وعندما أقوم بذلك شاهد تلك الدروس في حال لازالت هذه المسألة غامضة بالنسبة لك لكن آمل أن تكون طريقة الحل بديهية إلى اللقاء في مقطع الفيديو التالي